أعوذو الله من الشرطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثالث الإعداد نبدأ بعون الله في شرح الحديث الثالث وهو بعنوان قيمة العمل قيمة العمل عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده أتي إلى التعريف براوي الحديث هو المقدام بن معدي كرب بن عمر بن يزيد أبو يحيى الكندي نزيل حمص روى أربعين حديثا مات سنة سبع وثمانين هجريا عن واحد وتسعين عاما أتي إلى معاني المفردات ما معنى ما أكل أحد ما أكل أحد أحد أي من بني آدم ما أكل أحد أي من بني آدم سهلا خيرا من أن يأكل من عمل يده ما معنى من عمل يده أي من كسبه وتعبه من عمل يده أي من كسبه وتعبه أكل أحد طعاما قط ما أكل أحد طعاما قط ما معنى قط المراد به في أي وقت من الأوقات الماضية قلوا ما أكلت العسل مثلا قط ما لعبت السلة قط أي أبدا في أي وقت من الأوقات الماضية طيب معاني المفردات سهلة نأتي إلى المعنى العام الكسب الحلال الطيب منه ما يساق للإنسان بلا كدح ولا تعب كالميراس والهبة ومنه ما يكدح فيه الإنسان ويتعب كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرها هذه النقطة الأولى الكسب الحلال نوعا نوع من ولا تعب كالميراس والهبة ونوع آخر يكدح فيه الإنسان كالزراعة والصناعة هذه النقطة الأولى ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أطيب أنواع الكسب وأهناه أكان سمرة لعمل اليد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن أطيب أنواع الكسب على الإطلاق هي ما كان هذا الكسب صمرة لعمل اليد فالذي يعمل بيده ويأكل من عرق جبينه خير من الذي يأكل من كسب لم يكد فيه ولم يتعب طبعا أنت تعمل وتكسب المال ثم تأكل من ذلك الطعام أو من كسبك وتعبك يكون للطعام ضعما آخر أما أن يعطيك أحدنا الطعام فهذا لا يرضاه إلا من دنت نفسه أعوذ بالله وقد ضرب صلى الله عليه وسلم المسأل الطيب بنبي الله داود الذي لم يستنكف عن العمل في الدروع التي كان يصنعها من الحديد طبعا سيدنا داود كان ملكا ومع ذلك كان يعمل بيده ويصنع الدروع كما جاء في القرآن الكريم ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد طبعا تركوا العمل وقلة الإنتاج يؤديان إلى البطالة والإسلام يدعو للعمل ويحاربوا الإسلام الخمولة والكسل طبعا ما يرشد للحديث سهل يقرأ والأسئلة عن المفردات طبعا سهلة تخير الإجابات الصحيحة أطيب أنواع الكسب طبعا أن يعمل بيده كان داود طبعا حدادا تركوا العمل وقلة الإنتاج يؤدي إلى البطالة إذا نلتقي في الحديث القادم دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر